هيا يا محمد رحوا الملخص القلابات صحيح في الملخص القلابات عرفنا بلي قلابات في هازوش أنواع نقول له محمد نوع الأول سميناها سميناها قلابات لا تزامنية لا سميناها قلابات لا تزامنية فاسكو لا تعمل ما تحتوي لا تعمل بإشارة السعر لا تحتوي على مدخل إشارة السعر هل سميناها لا تزامن والطلبة دوزيام اللي حنستعملها بزاف سميناها التزامنية قلابات متزامنة فاسكو أهم حاجة فيها هو مدخل إشارة السعر وفهمنا أهمية مدخل إشارة السعر محمد في الحصارة رقم 15 علىها زادوا إشارة السعر كيف فهمناها جمعني ما وشام إشارة السعر علىها داروها بالضبط يتخرج فيديو 15 أعطيكم واحد المثال في الواقع من بعدها نبدأ في اللاتزامنية في اللاتزامنية وش نحتاجه في سنة ثافة جمعة نحتاجه قلاب إنجاز بوابة نور وش الحاجة متميز بها قلاب إنجاز بوابة نورة محمد الاس والار وش بهم يخدموا بالجبهة بالمستوى الأعلى مستوى الأعلى صحيح معنتها الاس هو وظيفة وضع المخرج في واحد والار وظيفته وضع المخرج في سفة مش كوني نشطهم واحد منطقي نشطهم وصف المنطقي خملا هذا قلاب غير متزامن إنجاز بوابة نور صحيح والقلاب الثاني وش سميناه قلاب إنجاز بوابة نورة وش فرق ما بين قلاب إنجاز بوابة نورة محمد هذا كيمشي بالمستوى الأدنى هذا المستوى الأدنى وهذا المستوى الأعلى كنوعد لنخدمه بالبنيات الداخلية إذن وش نسميه نسميه أسبار واربار كنجو نكتبه القيمتها أسبار واربار صحيح إذن هنا وش نقوله مداخل تاعوا بش ينشطوا سيفر ينشطهم وواحد يخملهم وتبقى نفسها أسبار للمسحة أسبار وضع تشغيل واربار للمسحة فاهمنا عليها محمد أيوة سؤال ما تروحها محمد قلبت ألس ونحن نستعملهم عندنا زوش احتمالات ملخة هنعطيك ملخة احتمال أول قلب ألس وش قادة يكون دارة ضد الأرتيدات وش هو يتخلص يتخلص من أرتيدات التاماس باستخدام الذاكرة الداخلية نتاعه صحيح إذن وقتها يكون دارة ضد الأرتيدات كيعود الأر ولا الأس مربوطين بواش بالتاماس وهذا التاماس يتحكم فيه الوشعة صحيح وينتقوا جمعا؟ وينتقوا قلب أرس مداخل تاعوا الأس والأر مربوطين بالتاماس والتاماس هذا تحكم فيه وشعة هذا القلب ألس وظيفته دارة ضد الأرتيدات وظيفته تخلص من أرتيدات التي يتسبب فيها التاماس صحيح هذا الاحتمال الأول احتمال الثاني قادر يكون ذاكرة إلكترونية ذاكرة إلكترونية وكتى يكون دارة ذاكرة إلكترونية كيعد مربوط بأي عنصة آخر باستثناء باستثناء واش؟ باستثناء التاماس صحيح تجدوا مربوط بعض ديود ولا تنائي زينر ولا ترزيستور ولا أي حاجة واش وظيفته ذاكرة؟ يعمل كذاكرة يحفظه عن معلومة هذا جماعة هذا بالنسبة للواش القلبات لا تزامنية واش تحتاجوا؟ تحتاجوا رس ورس بار تفاهمين روحوا القلبات التزامنية المتزامنة القلبات المتزامنة واش نحتاجوا؟ نحتاجوا ثلاث قلبات الدرجة الأولى بالدرجة الأولى جماعة ركزوا بزاف على الجيكا صحيح القلب الجيكا لسا منها متزامن لأنه يحتوي على إشارة ساعاتي والمداخل إرغام مجمعها في المنهاج تاعكم نحن نخدمه بالمستوى الأدنى واش معنى تفاهم هذه؟ باش تمشي بالصفة ينشطها والواحد يخمع إرغام على واحد وكلير إرغام على الصفة على قلب لول قلب الثاني واش هو هو قلب دي قلب دي كذلك هذا قلب دي نسميه متزامن لماذا متزامن؟ يحتوي على إشارة تي ويحتوي على مدخل إرغام ناشطين بالمستوى الأدنى وفهمنا قلب دي واش وظيفته كتجيه الإشارة الساعة المخرج يقلد المدخل صحيح وقلب الآخر واش هو القلب دي متزامن في مدخل واحد ومدخل إرغام ناشطين في المستوى الأدنى شكو لي ركزونيهم بزافة محمد قلب دي كال وقلب دي بزاف وما تنسوش قلب دي وجماعة أنتم أتحفظوش أجماعة أتنصي ورك تتكون أجماعة في المين هاجتاعك ما حتاخدوا بهذه القلبات صح الجامعة أحتاخدوا قلبات أخرين على هذي لازم تكون فهم كل شي مراجعك تروح الجامعة متنقى حتى إشكا هذو قلباتها محمد واش نديرو به هذو القلبات القلب دي واش نديرو به رح ناخد في المستقبل بإذن الله نخدمو به الذاكرة واش نخدمو به نخدمو بها رام ورام صحيح ورام هيا ونخدمو به كذلك السجلات معناتها كيف نزيح المعلومات ضروات وكيف نزيح المعلومات مثلا خمسة عشرين زيد اثنين كي تكتبها بألي حاسب أخي تكتب اثنين من بعدها كي تكتب خمسة كيف نحن يسترى لها تزاح ببيت إلى يسار كون يقوم بهذه العملية اللي هي سجلات الإزاح إذن قلبت دي نخدمو به بهم الذاكرة والسجلات لازم نكونوا فهمين لهم وقلب جيكا وقلبتي وش نخدمو به هم محمد نحن نخدمو بههم العددات ومؤدلات العدد هو بين يحسب صيفر واحد نية ثلاثة أو مؤدلة دي الزمن يشعل به مثلا محرك والله يلطفئ به المحرك هذا هو الملخص تاع القلبة صحيح قلبة لا تزامنية لا تحتوي على إشارة ساعة وقلبة متزامنة تحتوي على إشارة ساعة وإشارة ساعة حكينا عليها من قبل عندها أربع أنواع تأثير محمد وش ما أربع أنواع يعني مدلك خط مع أنت إشارة ساعة تنشط بالواحد منطقي إذا مدلك خط دائرة فقط إشارة ساعة تنشط بالصفر المطقي إذا عطالك مثلث فقط تنشط بالجبهة الصعيدة وإذا عطالك مثلث دائرة تنشط بالجبهة نازلة وليس لا نفهم إشارة ساعة يروح لحصة رقم 15 من بعدها محمد نزيد نثبت المعلومة ونكون أرزين ونفسي تكون أرزينة ونزيد نتقلق من الكهرباء لازم نخدم ملخص أي درس نقرأه سواء في رياضية أو فيزياء أو إلى هندسكار نخدم ملخص ونسأل رحي سؤال هذا بعدما قرأت القلابات نسأل رحي كيف أتعامل مع القلابات خير القلابات كي يجوك الأسئلة اليوم حاجيك المخططات زمنية حيقولك خرج لي مخططات الزمنية إذا نجمع أول حاجة كيمد لك قلاب أول نظرة لما تنظرها أقرأ شوف ابدأ بمداخل إرغام أولا كي تجي تقرأ قلاب أرس وحاب تخرج عربي عبدو جمع كي تجي تعالف مع القلابات أول حاجة شوف مداخل إرغام إبدأ بمداخل إرغام أولا فإذا كان أحدهما نشط إذا كان يتحكم في المخرج ولا أنك تغمض عينيك لا تشوف لا جال لا ka لا 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 مقاطية قعد مداخل إرغام واحد منهم نشط هو اللي يتحكم في المخرج إذا كان نشط هو لو يرغم على إذا كان هو نشط هو يرغم على الصيحة. صحيح. إذا كان أحدهم الناشط فهو الذي يتحكم في المخرج. وإذا كان خاملين معا. ركز معا من حجمها. إذا كانوا خاملين مع بعض فهنا اذهب للأولوية الثانية وهي المقاطية. إذا كانت كل سؤالة خاملين روح بتعرف حالة مخرج لازم تروح المقاطية هي الثانية. صحيح. هذا الاحتمال أول. احتمال الثاني تروح المقاطية فيها احتمالين. إذا كانت المقاطية خاملة محمد. إذا هذه junkht مداونة مدايخ خاملين وزوجت مقاطية je nta خاملة هنا ما ن�ره في هذه الحالة. المخرج يتحفظ بالحالة السابقة لا يهم ولا j ولا ju. إذا كان تميقاتية خاملة فهنا المخرج يتحفظ بالحالة السابقة. صحيح لا ياختنا معا معا. والch والca والr والs والd. وإذا كانت ميقاتية ناشيطة فانها لي توشط ميقاتيا ولا تميد الإ Jeder therefore authorization Я ظهر على مداخل. وإذا كان الميقاتي самого ناشيطة. هنا نذهب للأولوية الثالثة وهي باقي المداخل. وش هي الباقي المداخل لمحمد؟ إذا أعطال قلب GK وش هيبقى لي G و K؟ إذا أعطال قلب RST متزامن حيبقى لي R والS إذا أعطال قلب D متزامن وش هيبقى لي آخر احتمال D؟ صحيح؟ إذن هذا هو الاحتمال احتمال الثاني. الاحتمال الثالث كي ترح تدرس المداخل اللي بقى G والK ولا D ولا R ولا S. أخيراً وش يقول لا تنسى طرق تنشط المداخل ما تسرعش. دازم قبل ما تشوفوا G والK والR والS شو هم كيفاً مرسومين. أسكوا مرسومين خط ولا خط دائرة. صحيح شوفها محمد. إذا قلت قال لا برمزتها هكذا. ما عطيتكم مش اسم هنا S و R و G. أعطيتها لكم مدخل بصفة عامة. إذا كان مدخل يحتوي على خط واسم مدخل لا يحتوي على نفي إذن هذا المدخل وش وظيفته وش وظيفته؟ صفر يخمل هذا المدخل ولي معزول. والواحد الشي ديره محمد ينشط هذا المدخل. صحيح. والإحتمال الثاني جماعة كنتين نقولوا الصفر ينشط المدخل. يتلقوا مدخل بهذا الشكل. تلقوا في خط مي مدخل هذا عليه بار. عليه بار مثلا كما S bar R bar G bar clear bar. هنا وش نقولوا هذا ينشط بالصفر ويخمل بالواحد. ولا تلقوا برمز هذا بشكل ثاني. وش تلقوا مدخل ما فيش النفي. مي مدخل تعود في خط دائرة. دائرة وش معانتها معانتها الصفر. نفي معانتها هذا المدخل ينشط بالصفر ويخمل بروح. والله كان احتمال ثالث في بعض الأحيان تلقوا هذا الاحتمال ثالث. يكتب لك خط دائرة ومدخل يدي لك عليه نفي. هذا في الثلاثة أجمع راههم كيف كيف. وش هو الفرق. وش معانتها هذا المدخل وش ترمز له. ترمز له مدخل بار تقولوا S bar ولا G bar ولا R bar وش تقولوا إذا مديت له الصفر هذا المدخل يشو لي ولي نشاط ولي يتحكم في المخرج وإذا هذا مدخل المنفي S bar ولا R bar إذا مديت له واحد وش يولي هذا المدخل يولي معزول يولي ما عنده حتى دور مع المخرج صحيح هذا هو بنسبة الملخص على القلابات إن شاء الله كنت روحوا إن شاء الله اليوم بعد تم الحصار والله غدوة صبح عاودوا كتبوا الملخص هذا مكه هذا وش تحتاج القلابات كتفهم هذا الملخص وديره في رأسك صحيح انتهى الدرس القلابات. محمد رحوا لي بعدها. آية رحوا التمارين. تمارين آية جماعة شوفوا معايا قطيتكم هذا التمارين وش تقولكم أكمل مخرجك لهذا القلاب. محمد وش هو هذا القلاب سمي لي هذا القلاب جيكا. أيوة قلاب جيكا تزاموني ها يعمل بالميقاتيته تعمل ميقاتيته بالمستوى الأعلى شوفهم ليه الميقاتية شوفهم ليه ميقاتيته تعمل بالجبهة النازلة. جبهة النازلة صحيح ويحتوي ما تنسىش ما داخل إرغام. مداخل إرغام تبدالي بهم ولولين بصهم الأهم. صحيح ويحتوي على مدخلين إرغام ناشيطيني بالمستوى الأدن شوفوا محمد كبا عن هذا المثال شوف. وش قلنا في الملخص خيرك شيف على الملخص ها باش نبدأ. نبدأ بل. ما داخل إرغام. ما داخل إرغام. وما داخل إرغام هنا باش أعطاهم الفعالين. بالمستوى الأدنى ها أعطى بكتبات كلير بار وبروسات بار. هكتشوف فيهم. صحيح ما ارى ها ندير. ونجد كلير يسوي السفر ولا نجد كلير يسوي السفر نديل له تظليل. معناته المخرج نقدر نعرفه بسهولة. شوف اه. شوف. هنا برسات شفت التظليب لو لا صار زيد. هنا برسات زير وناشط ضللتها بلول صفر. هنا برسات ضللتها بلول صفر. نزيد وروحوا هنا. هاو يسوي السفر. ناشط واش معنات هادو نقدر خرجه مو محمد ونقدر شخرجه تى هنا نقدر خرجه بلا منشوف لتي لجي لكا شوف معاي نبدو نبدو في الولو البروسيت هنا جزء الول البروسيت ناشط ولا كلير ناشط البروسيت وبروسيت شو وظيفتو ارغام على وضع شوه المخاج ارغام على واحد سهل ولا مش سهلة سهلة روحو نزيد وشوفوا كلير هذا هاو كلير ناشط بالول اخرى روحوا كلير اجمع كلير ناشط واش يدير الكلير ارغام مخرج على سهل هانا ايضا ارغام على سست مليحة نزيد وروحو الثالثة واشيουμε MENーフيرسيت هنا يحضر ناشط ولا عطيت له ازار اذا ناشط واشو واضحة . إرغام على واحد هنا ارغام على واحد هانا كتبت ارغام على واحد نزيد وروحو اللي بعدها ارابعة واشي بنروحو هي Being Phrset persetبو ناشط باسكولا واعطيت له صفر مانطيıkt واشو معناته ارغام لمخرج على واحد واخر حاجة وش هي محمد كلير وش عطيت لها هنا يا كلير وش مديت لها زيرو ضللتها بلولا خضبتها في مواجمة جماعة كين ضلل لك اكتفها ما اوكي كلير هنا تساوي سفر منطقي بما انه نشيطة وش ترغم لي مخرج ترغم لي على الصيفة صحيح شتو جمعا شتو رسمك خرجت المخرج باش بديت ديت بالبريسيت والكلية رقوا محمد اولوية ثانية لما روح بعد ما كمل بريسيت فيه روحوا اشارة ساعة ما بين جبه و جبهة اشارة ساعة خاملة وش نحتاجه في اشارة ساعة نحتاجه غير جبهات نازلة شوفها محمد وش همالجبهات اللي نديرهم اسقاط هنا هادونا كم نديرهم اسقاط صح ولا ليلة وصحك يعد بريسيت نارشتو كلية نارشتو اسكوي همني اسقاط على الجبهات اللي ما يهمنيش اهمنيش اذا وش رح نسقط شوف هذه الجبهة ها هذه الجبهة ناشيطة زيد هذه الجبهة نحتاجه جماعة لاني نظللها بلون الزرق وش معناتها معناتها رائشات ساعة wooden weights داخل الزرق مرم خاملين شوفهنا بخل ادخل اير رأب كلمش فارك فارك تلاحص ديف احد و واحد معينته خاملين ليلون بلون الأزرق. نطلل فيهم بلون الأزرق. وش ما عندها مداخل إرغام خاملين. مدام مداخل إرغام خاملين أو لوين ثانيين لما نروح إشارة تسعة. إذا ما شو بقالي فراصمها جماعة فراصم بقالي غير هذو لهم بلون الأزرق. هذو شو بقالي صح ولا ليلة محمد. نعم. ايو. ذكو هنا إشارة تسعة كده كينا جبها في اللون الأزرق لوا. كينا جبها واحدة. وش نديرها؟ إسقى. صحيح. رحوا الجبهة الثانية. هذا لون ثاني كينا جبها واحدة. لون الثالث هذا كينا جبها. جبها. هذي لحنا دعصوهم. رحوا اللون الأخير كده في جبها في زور. شتو جمعا. سهلا. ذكو هذه الخطوط المتقطعة بلون الأصفر. ما عندها ميقاتية ناشطة. بما أنه ميقاتية ناشطة نروح نشوف الجو الكه. ما بين جبهة وجبها احتفاء. خلاك ذا محمد. محمد شوف معي. شوف الحالة السابقة هنا. في اللون الأزرق حالة سابقة كده كانت واحد. إذا نقلب وش يدير يبقى يحتفظ بالواحد بالواحد حتى يتوصل الجبهة النازلة. أخي هكذا. شوف معي. يبقى واحد واحد احتفاء. كي جي جبهة نازلة. كي جي جبهة نازلة. هنا الميقاتية. وش نقول عليها ناشطة. وش ندرسوا في هذه الحالة؟ بما أنه ميقاتية ناشطة نروحوا الأولوية رقم ثلاثة. أخي هكذا. أولوية رقم ثلاثة. وش يجب أن ندرس ندرس الجي والك. جي وش يساوي. هاي شوف لي جي وش يساوي. واحد والكي يساوي. واحد والكي يساوي واحد. وش هي حيصى القلاب. الجي يساوي واحد والكي يساوي واحد. وش كنا عليها من قبل. تبديل. إذا حالة سابقة كده راهي. واحد. وش هي حيصى لها؟ تولي صحي. صحي. ها. بسكو جي ناشط. والك ناشط. حالة التبديل. إذا المخرج يتبدل. حالة سابقة بلون البيض هذي. كانت واحد. وش ولت? زير. من بعدك لقيت نقطة هذي الصيف. وش تبقى احتفال? حتى النقطة هذي. صحي. كم من الجبهة الأولى هذي؟ روحوا الجبهة هذي. صحي. محمد نسألك سؤال. الجبهة هذي تهمني ولا ما تهمنيش? هذي الجبهة الأولى. ما تهمنيش. انا ما تهمنيش. لانه البرسات مفاعل. لانه البرسات راه مفاعلة صحي. فروحوا الجبهة الثاثة. جبهة الثاثة جماعة. عندي جي يسوي واحد ناشط. وكاي يسوي واحد ناشط. وهذه الحالة وش يسميه في قلب جيكا. محمد. تبديل. تبديل. إذا الحالة السابقة هاي ورا كانت سيطرة تبدلت الواحد. وتبقى واحد احتفال حتى توصل الارغان. صحي. جبهة ربعة تهمني ولا ما تهمنيش محمد. ما تهمنيش. بسكو برسات ناشطة. الجبهة الخامسة. اهمني. اهمني. اذا هنا وش نقوله? نقوله هذا المخرج كي. هنا كده روام مخرج كي. راه يسوي واحد. وش معنة يبقى واحد احتفال حتى نجي جبهة. لو كان مجيش الجبهة يقادمة احتفال المخرج معه. صحي. معنة المخرج وكتاهي يتعلق بالجي ولك لازم حتى نجي جبهة نازلة. لو كان مجيش جبهة نازلة يبقى دي ما احتفال. شوفوا محمد جبهة نازلة. وش يجينا جي? صيفة. امتيزاك تيفي. والك وش يجيناه واحد. كي تجي هنا. وش بنا نعتبرها. جمعة كي تجينا الجبهة في هذه اللحظة. هذه اللحظة حالة انتقالية من صفر واحد نعتبرها واحد منطف. صحي. وهذا مش حجيكم في البكالورية ولا في الامتحانة. انا حبيت نفهمها الكم بر. صحي. وفي ناس الوقت يقول لك حالة غير معروف. هيا جمعة. بما انه جي. يسوي صفر وك يسوي واحد. كل ناشط في هذه الحالة كان ناشط. اذا وش وظيفتك? وظيفته مسح. اذا مخلص يسوي. يسوي صفر. صحي يبقى صيفة صيفة صيفة. كي وصل نقطة هذي وش يولي? وش يولي هنا? يولي. يولي واحد. بس كلها برسات. ايا بس كل برسات. ارغام على واحد. هاي بلون الاصفر. صحي. جبها الخامسة تهملو ما تهمناش. جبها السادسة. جبها السادسة. بس كل برسات ناشطة. جبها السابعة برسات ناشطة. جبها الثامنة برسات ناشطة. جبها الثاسعة برسات ناشطة. جبها العاشرة والحداش واثناش هذو يهمونا. صح او لا لا. اذا جماعة يعني ذي الخطأ هنا يعني. صحيح. شفتم محاملة ومشتوش الخطأ. لا 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 ما تهمناش بس كلها هذه الجبهة. جبهة هذه ما تهمناش لها بس كلها ناشطة. صحيح. راني صحيح. ايوه. اذا وش تهمنا الجبهة ما قبل الاخيرة والاخير. جماعة هذه الجبهة لما تهمناش بس كلها ناشط. صحيح. هاي نكملو. اذا الحالة السابقة هناك دارها هي السفر. وش معنتها? تبقى السفر. تبقى السفر الى غاية وصول جبهة نازلة. رح نشوفوا الجبهة نازلة. جي وش لقيناها. جي وش لقيناها زيرو. معنته خامل. ولكاوش لقيناها هنا محمد. وش يدير. احتفاظ. يحتفظ بحالة سابقة. حالة سابقة جدا. زيرو. الحالة جدوش تكون. زيرو. صحيح. وتبقى احتفاظ الجبهة الموالية. روحوا الجبهة الموالية. وش لقينا الجي. زيرو. وش لقينا الكا. زيرو. وش نقولوا الجي ولكا خاملين. بما انه مداخل الخاملين. اذا المخرج يكون معزول ويحتفظ بالحالة السابقة. وش هي الحالة السابقة. زيرو. اكتشوف فيها. حالة جدوش هي. زير. هذا بنسبة مخطط زمني للقلابات. جماعة ساهل ما في حتى اشكالية. كي تجي تخدمه. ابدأ بالمداخل الارغام هي الأولى. اذا لقيت احد مداخل الارغام ناشطة هو ليتحكم في المخرج. اذا لقيت مداخل الارغام خاملين في زوج روح الميقاتية. اذا لقيت ميقاتية خاملة. المخرج يحتفظ بحالة السابقة. اذا لقيت ميقاتية ناشطة اروح لأولوية الثالثة وشوف المداخل التوع. وما تنساش شوف الجيو والكاش كوني ناشطهم اسكوا واحد منطقي ولا صفة منطق. مليحة. محمد. نروح اخر مثال. اللي هو قلاب دي. قلاب دي يحتوي على مداخل الارغام برشت وكلير. ناشطين في المستوى الأدنى. يمشوا بالمستوى الأدنى. واشارة ساعته ناشطة بالجبهة النازلة. واش نديره محمد اول حش. واش نديره. حددا إلينا نشوفه برونسات والكلير. حا يمكنquency الصفر وكلير الصفر لاع니까 هانا ناشطة. نظله هاشا ه клиر هذه ناشطة. برونسات هنا خاملة. هانا وهو ندير. ضللتش. تضللت بلون البنفسج. معنى هذا هذا المجال غير ما كان لها تلاحليه. هذا المجال كوني يتحكم فيه. تحكم فيه كلير. طيب لو نبد نفسج. زيد وروح من مجال الثاني. مجال الثاني έχني ناشطة برون برست خاملها. هذا المجال كوني يتحكم فيه بريسات باسقل بريسات ارهو ناشة زيد مجال الثالث فتير ناشط وات CHAR. tox هانا شاكوية يتحكم في هذا المجال اللي ضلك بلون البنافس glow يتم فيه FOTB متهمك لائشة discharge لدي زيد ارحو إلى المجال الثالث شاكوية نشاط هنا So. clear بنى البنفسجي ضللتو بناء البنفس جي. زيدة هنا لشاكوية. آآ كلية خاملة ناشطة لو انها بلون البورتو غالي جمع هذا ولي ضلللتهم بلون البرتو غالي بلون بنفسجي هذا وتقدر تعرف كم غمض عيني صحيح صحيح محمد نكملو نعم عايا شوفو محمد نبدأو في اللول اللول يشكون ناشط بلون بنفسجي هذي كلير ناشط وبرسيت خامي مش وظيفة كلير ممسح اذا موشي ليه ممسح اذا يمسح ديروا الاسقاطات هذو بها تساعدكم اكي بهذا الشكل صحيح محمد بعد ما كملنا برسيت وكلير دلنا المتضليل بعدها نديروا اسقاط لواش الجبهات النازلة صحيح محمد قبل ما روحوا الجبهات نازلة نبدأو نخرجوا قيمة المخرج انتلاقا من برسيت وكلير وانا مغمض عيني يا شوف معايا بما انه هنا لولا لولا شكل ناشطيها شك تلاحظ هنا ناشط كلير صحيح اذا كلير شو وظيفته مسح المخرج هاني داتها صفة روحوا الاحتمال الثاني بلون البرتوقالي شكل ناشط هنا برسيت شو وظيفة برسيت ارغام المخرج على واحد هاني يصمته واحد وروحوا المجال الثالث اللي هو شكل ناشطي كلير كلير شو وظيفته ارغام على صفر ايوه زيدوا المجال الرابع اللي يتحكم فيه كلير كلير هنا ناشط اعطيت له صفر ناشط له اذا شو وظيفته يرغم المخرج على صفر وبعدها البرسيت راكم تلاحظوا بلي برسيت ناشط شو وظيفته ارغام المخرج على واحد محمد بعد ما كملت ما داخل ارغام وانا راح اضرقه راح اشاط ساعة خيكذا وانا كاش اشاط ساعة احتفاظ كي جي جبها نازلة واش نضرس نضرس دي وقلب دي شو وظيفته مخرج كي يقلد دي خيكذا هاي نبدأ نفسه اللي لو انتم بلول اخضر هذو هذا وش بقالي هذا وش بقالي جماعة اللي لو انتم بلاخضر راح نشوف قيمة المخرج لو كان ما جينش اشاط ساعة المخرج يحتفظ بحالات سابقة لو كان جي جبها نازلة المخرج يقلد دي هاي نبدأ شوف شوف معي محمد شوف معي فلسيت وكلية هنا ارام خاملين صحيح نشوف اشاط ساعة هذو اللي بلول اخضر هذو كامل خملتم اكس اكس مع انتها خاملين هاي نبدأ نديروا اسقاط اشاط ساعة اشاط اسقاط اشاط ساعة قد اكين اسقاط اربعة صحيح بعد نبدأ هاي نبدأ جماعة حالة السابقة هنا زيرو هنا مزات موصل هنا جبهة نازلة اذا قلب ديوش يدير محمد يحتفظ بالحالة السابعة يبقى زيرو 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 كي يوصل نقطة هذي جاتوا اوتوريزات ساعة وش يدير مخرج كي يروح يشوف دي شوف دي وش يلقاها دي لقاها واحد اذا المخرج يدير يقلد واحد اذا المخرج يولي يولي واحد ويبقى احتفاظ حتين هذي نقطة صحيح كمانا هذي الأولى روحوا للثانية جماعة جماعة الثانية الحالة السابقة هنا مش كانت كانت ارغام على الصفة بعدها هنا مزات مجدش جبهة نازلة اذا مش هتكون احتفاظ بالصفة احتفاظ بالصفة النار يجب جبهة نازلة سطوب وش يدير المخرج كي قلب دي يقلد المدخل شوف المدخل هنا وش يلقى هجمعه يلقاه زيرو اذا المخرج يقلد كي وش يقلد يقلد دي بس كون جاتوا اوتوريزات ساعة ومداخل الارغام كانوا خاملين اذا المخرج هذا وش يساوي يساوي الصفر ويبقى احتفاظ الى غاية نقطة هذي هنا زيرو بس كون مدخل الارغام كلير ناشط وش يبقى انا محمد بقى نزلج جبهة هذو صحيح اذا اذا هذه الحالة السابقة وش تكون واحد ويبقى احتفاظ احتفاظ حتى نجبها نازلة هذي بما انه جت جبهة نازلة وش يلقى دي محمد دي لقاتوا واحد اذا كي وش يقلد يقلد واحد ويبقى هنا نقطة تكون واحد وتبقى احتفاظ احتفاظ حتى نجبها الاخير صحيح في الجبهة الاخيرة كينا اوتوريزات ساعة كينا جبها نازلة دي وش يساوي صفر اذا كي وش يقلد هنا يقلد صفر ويبقى احتفاظ الاخر جبهة هذا هو بنسبة بنسبة كيف خرج مخططات زمنية تا القلبك هذا هو اصعب زوج مخططات اعطيتهم اجمع هنا يا انتهت الحصارة رقم 18 الخاصة بالمداخل ارغام بريست وكلير عرفنا مداخل ارغام ووظيفتها ارغام على واحد بريست وكلير ارغام على الصفر وعرفنا بلي بريست قادة يمدهلك خط دائرة مع انها ينشط بصفر ولا يمدهلك بار مع انها ينشط بصفر اكي يمدهلك خط ويكتبلك بريست مع انها بريست ينشط ب المستوى الأعلى. جماع لي عنده الأسئلة يقدر يتفضل.